من امامكم? من وليكم? من اميركم? من قائدكم? من سيدكم? علي علي مولا علي 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 علي. بعد بعد. ماشاء الله لقد تغمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي من آر محل القطبي من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير فزدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمنون حتى يلقى الله ربا فرأيت أن الصبر على هاتى أحجام فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجام لما أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده ثم تمثل بقول الأحشام شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري فيا عجبا بيناه ويستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها فصيرها والله في حوزة خشناء يغلظ كالمهام ويخشن مسهام ويكثر العثار فيها ويقل الاعتذار منهام فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرام وإن أسلس لها تقحام فمني الناس فيها لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله لهم وللشورى متى اعترض ضرعي بفي مع الأول منهم حتى صرت أقرن الآن إلى هذه النظائر لكني أسففت مع القوم مع القوم إذ أسفوم وطرت معهم إذ طاروم فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هنى وهان إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله تعالى خضم الإبلي نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته فما راعني إلا والناس إرسالا إليك عرف الضبع ينثالون علي من كل وجه وجانب يسألون البيع حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنام فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وفسفات شرذم وقصط آخرون كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بلا والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حلية الدنيا في عينهم وراقهم زبر جهاء وأعجبهم وأعجبهم رون قواء أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله تعالى على العلماء ألا يقاروا على كذة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسغيت آخرها بكأسي أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز فلما وصل عليه السلام إلى هذا الموضع من خطبته قام إليه رجل من أهل السواد فناوله كتابا فأغبل ينظر فيه فقال له ابن عباس يا أمير المؤمنين لو اضطرت مقالتك من حيث أفضيت فقال عليه السلام هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة هذرت ثم قرأت ترجمة نانسي قنقر